المحتوى الاول الرائج على اليوتيوب الاسبوع ده كترند لليوتيوب هو فيديو لقناة حوارات اتنين بيظهر فيه كتب كتاب حسن جابر اخو حمدي وبيكتب كتابه وجود المأزون بيوصيهم وصايا كتير انهم ازاي يعيشوا حياة سعيدة مع بعضهم ان المفروض ان هو يطنش اي حاجة تزعل او تعمل مشاكل وان اصرهم تكون مع بعض ان هو ما يزعلهاش وما ديهاش ويدور على يساعدها وهي كمان تدور على ان هي تساعده بعض النصايح والوصايا طبعا ومعاها برضو بعض الاستشهادات بما حدث مع سيدنا الرسول وعمر ابن العاص وغيره وبدأ الكتب الكتاب حصلت المراسم وبعدها بصم العريس حسن على كرت مكتوب عليه اسمهم والعروسة نهال في نفس الناحية التانية ومن بعدها قاموا ورقصوا وحضنوا بعض كتير والعريس بكة كتير والعروسة وكان فيه اغنية مميزة جدا للاثنين على اساس ان هي باسم حسن وباسم نهال مخصوصة علشانهم كانت مدة الفيديو تقريبا 14 دقيقة على قناة حوارات اثنين اللي تتبع حسن هي قناة حوارات وفي قناة حوارات اظهر فيها تجهيزات الفرح اللي عملوا في جنينة الفيلا اللي هم قاعدين فيها ظهر فيها الترابيزات والتجهيزات والعريس اتكلم على ان هو النهار ده يوم شمس والليام اللي فاتت كانت ممترة وان اليوم هو يوم سبعتاشر اثنين تلاتة وعشرين وان هو يوم مميز في حياته هيكون كتب كتابه وفرحان جدا وقال ان الحلاء في الطريق وان المصور في الطريق والمقزون في الطريق والعروسة في الطريق وفضل فرحان جدا وبيتكلم على تجهيزات الفرح وظهر الحلاء بيجهز حسن معه ظهر مع قريبه وصحابه في اليوم ده وطبعا جبوا تجهيزات الطبخين وهما بيجهزوا الاكل لحمة وفرخ ومحشي وحاجات في الفرن طبعا كانت تجهيزات كتير قوي ووضحة حضر اهل العروسة واهل العريس وصحابهم وبدأ الديجي وهم رأسه وهم العريس صراحة قامت بواجب وبعدين ندها العروسة والعريس وجم اه ابو العروسة وابو العريس كانوا واقفين معاهم طبق ورد ورشوا عليهم ورد اه وبعدين رأسه على الديجي اه ومن بعدها بدأوا الفوتو سيشن اه بتعرف الكاتب الكتاب اه طبعا جابوا المصور الكشري اه اللي صورهم كذا لقطة اه عشان اه ان هما يستعدوا لكاتب الكتاب وواضح جدا ان المأزون اللي حضروا معا زوجته انه عنده برضو قناة على اليوتيوب اه لان زوجته اه حططلو ميكروفون عشان خاطر يسجل لحظة دي وصورته عشان تنزل الفيديو على القناة وده كان ملخص الفيديو اللي كان وصل انه هو كانت مدته اكتر من 24 دقيقة اه بس هو ده الملخص بتاعه يعني الفيديو التالت اللي معانا على المحتوى الرائج على اليوتيوب الاسبوع ده هو اه قناة تمجانا اه فيديو هم قاعدين على الارض بيأكلوا كبيبة هي الموضوع عدة مرحلة الاكل بقى مرحلة التراس اه انه دهت لابو مازن عشان ياكلوا وللاسف الكبيبة لازقت في الحلة وطبعا هي قلبة الحلة في الصينية على الطبلية في الارض اه وولادها كانوا موجودين اه عشان ياكلوا ومازن جزها جيه وقاعدوا طبعا الاكل كان مولع نار سخن خالص وقاعدوا برضو ايه يحاولوا ما ياكلوا يصطادوا اللحمة من نصف الاكل وطبعا مع تعليقات بابا صلح بابا الحمام ابويا ده خبرة اه طبعا مجبتلوش البنطلوم من فوق الدولاب اه احنا تفضحتونا ابويا شكمان وهو بياكل اه يعني تعليقات كده اصلا بطنتان في خط انا العضلة وجعتني كتفي وجعني وانا باكل اه يعني تعليقات كتير ومنها موجانة قاعدة بتقول اه يا ريت ان انتوا تعملوا الكبيبة اللي انا عملاها نص كله اللحمة على كله رز وعمليها مش هتخصر اه وابنها بيطلب منها انها تعمل مطعم وان هي رفضة التعليقات على في الفيديو اه بيكلموا بعضا على كده لكن الفيديو اساسا هم بياكلوا الكبيبة اه لغاية ما شبعوا افلوا الفيديو اه وهي شكرة الناس اه وده كان الفيديو اصلا كله ملخصه بياكلوا كبيبة الفيديو لحد وقت ما عملنا الملخص بتاعنا كان وصل 168 الف مشاهدة خلال يومين وشكرا 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 ترجمة نانسي قنقر